جندي غايف باقي جندي وظهرت فيها مع فقرة خذها كاش أنا طلبت هذا الشي ظهرت أبي يظهر معهم عشان موضوع معين فأول ما بديت يعني أسهب في الحديث وتكلم خذوا قطعوا مصلتنا عندنا قطة فاصلة ووقفوا الموضوع قالوا خلاص انت هنا غلط خلاص لا تكمل بس لا تكمل خلاص انت هنا غلط يمكن أن تتكلم فحتى آية في القرآن الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اللي يفكر لو كانت فقط مقتصرة فويل للمصلين ما يعتبر أن شيء عام على جميع المصلين وأن شيء مثل ما تقول يعني الله نزيه عن الغلط وكلام الله نزيه عن كل غلط لكن تكون كلمة ناقصة فالله سبحانه وتعالى جعلها مكتملة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هم انتظروني لين قلت الشيء اللي عند النقطة الفاصلة من هناك قال له خلاص ووقف خلاص وصلت تمريدات خفى لي يا عبدالخالق ميسي طلعت تمريدات المهم فكنت صراحة ودي أني أشرح الموضوع بشكل مبسط وأوصل فكرتي كاملة شفتم يقاطعونني وما يخلوني أكمل فقمت احترام لي واحترام للجمهور والشيء الثاني اللي صار اليوم اللي هو بخصوص فن البرعة اللي صارني أمس أنا أتعلم من الشباب فنون هم اللي موجودة وعلمهم الفنون اللي موجودة معي ومو ضروري مثل ما تقولني أنا أكون متقنها مية بالمية أنا صراحة ما أني أتقن الفن البرعة والفنون الأخرى مية بالمية لكن أعطي تلميحات عنها بما أنه ما في شاشة عرض أو شيء كذين معنا ف يعني مثل مجرد الشباب ما يمارسون شيء مثل ما تقول هذا الفن ونضحك مع بعض ونسؤلف الفن لا مساس فيه والتراث لا مساس فيه نقولها دائما وابدا الفن والتراث يكون شيء أساسي يعني يكون كأنه من دولة اللي ما يقدر يتكلم بأمن دولة ما يقدر يمس التراث أو الفنون التراثية فمن هنا إذا كان فيه أي تقصير اعتذر أنا أولا قبل حتى المتسابقين اعتذر أنا محدثكم عثمان عن أي شيء شفتوه ما عجبكم في الفيديو اللي طرحوه بعض الناس اللي يهمهم يثيرون الجدل أو يثيرون المشاكل وشكرا لكم بس هذه الكلمتين حبي توصلها للجمهور وإن شاء الله أنها وصلت للعقول الواعي والفاهمة تحياتي لكم